الخبر الأول اللي عدنا عن أنس وأصالة وقناتهم الجديدة وهل هي ترى تهكرت أو أنه صار لهذا الشيء أو أن حذفت فطبعاً ما يعرف شو اللي صاير حالياً ندخل على المقطع أنس وأصالة منزل بيع الوصف ونضغط بيع على رابط قناتهم الجديدة رح تشوفون أنه القناة ما تفتح ولكن يا حبايب طمعاً القناة ما بيهاشي ولكن مجرد خلل بسيط صار مقطع أنس وأصالة أنه الرابط صار ما يشتغل والصراحة فجأة صار ما يشتغل أنش يتنزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب وبهذا المقطع تشاندي يصور بيه ويه أنس الشايب وموفلوكس وحالياً تدخلوا على المقطع وتنزلوا بيع التعليق رح تشوفون أنه كل التعليق من قلوبه بالإنجليزي ومكتوب عليها جيش نارين بيوتي كونه ليش مندها تصوريه نارين بيوتي من هذا الكلام وطبعاً بالنسبة للأشخاص اللي لا يعرفون شو سبب هذه التهجمات فحالياً نارين بيوتي ويه موفلوكس لا يوجد مشكلة صغيرة بيناتهم وميحشونه بعض الجيش نارين بيوتي تهجم على أي شخص يصوروه ياموفلوكس من هذا الحد ما إن شاء الله يصالح هو نارين بيوتي فاكتبونا يا حبايب بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر وهلهم يستحقون التهجم اللي يتعرضون له أو لا؟ الخبر الثالث اللي عندنا على الأسف هو وفاة أبو مريانا وكريستينا وستيلا فستيلا غريب نزلت على حسابها بالإنستغرام شوية ستوريات وهذا البوست اللي كان التهلم من خلاله عن وفاة أبوها غريب ابن زينب وطلبت بيه من المتابعين انه يترحمون عليه ويقروه القرآن ودومين سون يذكرون اسمه اللي هو غريب ابن زينب ثم بالنسبة لمريانا غريب واختها كريستينا نزلوا على حساباتهم بالإنستغرام شوية ستوريات اللي كانوا يترحمون بيها على أبوهم وهذه المرة كاتبين انه هو أبوهم فالله يرحمه ويجعل مسوات جنة ولا تنسون يا حباي بالنسبة لترحمون عليه بالكومنتات الخبر الرابع اللي عندنا عن تهجم متابعين مملكة القصص على شادي وهيا بسبب كذبهم على المتابعين انهم مع اساس ما خفوا اسم أنس وأصالة من التهليقات اللي عندهم طبعا همين بنفس الوقت نهجموا على قناة أخبار وسبها من برحة نزلت مقطع على هذا الموضوع فالله حابلني روح وشوفه على مودي افتهم الموضوع بالكامل وحاليا ندخل على آخر مقطع نزله وننزل بيها التهليقات راح يشوفونه كل التعليقات من قلوبة بالانجليزي ومكتوب عليها جيش مملكة القصص لكن شادي وهي حذفه تقريبا اكثر من 2500 كومنت ورغم هذا التهجم مستمر فكتبونه يا حباي بالكومنتات شركب هذا الخبر هل يستحقون التهجم او لا الخبر الخامس اللي عندنا عن أومسيف وظهورها للمرة الثانية فأومسيف نزلت على حساباتها بالإنستغرام شوية ستوريات اللي نوعا ما قالت كلام غريب فقالت بيه ان المتابعين يسبع حملاتهم اللي سووها هم تطلعوها من حالة بيها من النجوها يعني من شي خطيئة وبعدها تشكر بيه السلطات التركية انو طلعوها من موقف معين وقالت انو راح تشرح لنا كل الموضوع ولكن بعد فترة وهمين نزل هذا المقطع على حسابها بالتك توك اللي تريد بيها المتابعين اللي يقولون ان هي ميتة تقولها ماني بخير ومو ميتة ومو اخطوفة أعطوكم كل هذه المقاطعة لموشوفو وتفتهمون اكثر انتو عائلتي وحبايبي سؤالكن عني خلصني من قصة كبيرة بخبركن عنها بس لتخلص شكرا كتير للاحفتكن تجاهي بشكر كمان السلطات التركية اللي اتدخلت وتابعت الموضوع أنا بسببكن بخير بحبكن يا جماعة الخير أنا مالي مخطوفة هلأ رجعت عالبيت وانا بيركة هلأ بالبيت مع اختي نانو ما في شي ولاحد يصدق كل هلأ كذيب وهالقصص كله ياتا وابوي بس ابوي ميت يعني هي كل القصة وبلا اشاعات الخبر السادس اللي عدنا عن بيسان وانس الشايب فبيسان نزلت على حسابها باللين استجرام شوية ستوريات ويا انس شايب كانوا دير قصوم بي على اغنية ولكن بعد انس الشايب طلب من بيسان وططي بوسا أعطوكم ردة فعل بيسان موسيقى وبسطول هنا وصلنا على المقطعات من المقطع يجبكم ملسوا تحطوا لايك تركوا بالقناة تحطوا لايك واسد جانبكم في اذن وقت منك بالخصص مع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة